لتحليل أكثر المشهد بالجنوب اللبناني وتطورات الحاصلة هناك ينضم إلينا من بيروت العميد ناجي ملاعب الخبر العسكري والستراتيجي ورحب بك عميد معنا على شاشة الغد نبدأ بالتوغل بعيد الشعب دخول دبابات إسرائيلية هناك كيف يفسر كيف تمكنت القوات الإسرائيلية من التوغل طبعا عندما يحشر أربع فرق وكذلك تستحضر الفرق الخامسة ولا أقل من سبعين ألف جندي مدعومة بأحدث آليات وعتاد وتحت قصف الطيران طبعا السمود الذي حصل حتى الآن على الخط الأمامي له حدود معينة يعني ممكن أن يتم الاختراق في أماكن معينة ولكن حتى الأمس كان كل من يدخل إلى المنطقة لا يستطيع البقاء ويجري تصدي له ويخرج لكن الاعتماد بخط الدفاع لن يكون على خط الدفاع الأول خط الدفاع الأول هو لتأخير الهجوم وبالتالي خط الدفاع الثاني للتعامل مع القوة النارية المتمثلة بالدبابات والمصفحات والآليات العسكرية بالقوة النارية الكبيرة لذلك المقاومة تضع بعين الاعتبار أنه ليس المهم الجغرافية بقدر ما المهم استنزاف قوة العدو وآلياته اليوم إذا كان الصمود الباسل القوي الذي حصل حتى اليوم ما زال موجودا وعمليات كر وفر ما زالت موجودة ولكن إذا تمكن العدو الإسرائيلي من دخول من مكان ما يعني ممكن أن يفسع له الجيب حتى يتم القضاء عليه بشكل استدراجه كما حصل في القوزح يعني عندما استدرج إلى القوزح خرج من هناك مع 23 جريح مع أربع ضباط يعني قتله بالتالي هل يمكن أن يكون تكتيك المقصود من قبل حزب الله؟ طبعا يعني اليوم هذا الدخول إلى عيتا خسر العدو أربع صفحات أربع دبابات ميركافا وثلاث جرفات ولكن استطاعت أربع جرفات من الدخول لكن أربع دبابات لكن هل تبقى في الميدان؟ أعتقد أنه إذا دخلت أكثر هناك من سوف يتعامل معها لأن اليوم القوة النارية لصواريخ الماز وصواريخ الكورنت لم تستخدم بعد على الآليات والتي أعتقد أنها جهزت لهذا العمل يعني استنزاف العدو سيتم على مراحل ويجب أن نعلم أن ما زالت تلت مارون الراس التي تعلو 920 متر عن سطح البحر ما زالت بير المقاومة وهي مشرفة على الجليل الأعلى وإذا ما احتلها العدو الإسرائيلي يصبح كامل القطاع بوصولا إلى بنت جبايل ممكن أن يطاله بالنار من هذا المركز لذلك الدفاع المستميط على المرتفعات هو ما زال موجودا في لبونا وفي مارون الراس يعني على أكس قبل قليل قلت عميد ناجي بأن الوضع جغرافيا ربما لن يؤثر وحزب الله يعي لهذا ولطالما كانت هذه العقدة بالنسبة للجانب الإسرائيلي أنه طبيعة الجغرافيا بالجنوب اللبناني تشكل عائقا بالنسبة لهم طبعا طبيعة الجغرافيا تمثل عائقا ولكن الدفاع الاستراتيجي الذي يقوم به حزب الله هو يعني مثلا يبعد لا يستخدم الصواريخ الدفاع الجوي إلا للدفاع عن الجبهة إذا ما اضطر لإبعاد طائرة معينة يطلق عليها صاروخ حتى تبعد عن المكان المكان الذي يجب عدم الاقتراب منه يعني بالتالي بالأمس أسقطوا هرمز 900 في المكان يعني يستطيعون التحكم بصواريخ الدفاع الجوي بشكل ما يصرفه كثير وما يبين من أن يطلع هذه الصواريخ ولكن دفاعا عن الميدان ليس أكثر يعني العدو الإسرائيلي لديه سيطرة جوية ويقوم باستهداف أي مكان يستطيع الوصول إليه ولكن على الجبهة هناك محاذير وهناك استخدام رفاعات جوية والاهتمام بي كما قلت لك بالمرتفعات حتى لا تسقط وحتى تبقى السيطرة بيد المقاومة زمام المبادرة بيد المقاومة واليوم مهما حاول التعتيم على خسائره اليوم عندما يقوم حزب الله بإصدار لا أقل من 100 إلى 150 صاروخ يوميا إلى تجمعات العسكرية المستحدثة في مناطق الجليل المقابلة يعني هذا أعتقد كلها على مراكز عسكرية وتصل إلى أهدافها لكن التعتيم الإعلامي هو يحاول تخفي إخفاء خسائره في هذا المكان لكن المكان مؤلم للعدو الإسرائيلي وحرب الإيلام إيلام العدو هي فعلا تؤتي ثمارها حتى الآن طيب في هذه المرحلة من هذه التطورات الميدانية الحاصلة يعني بعين استراتيجية عميد ناجي باعتقادك هناك أفق لحل ديبلوماسي يعني على ضوء زيارة هوكستين لبيروت والحديث يعني هذا الحركة الديبلوماسي والحديث عن تفعيل قرار 1701 ما هو معول عليه حاليا هو الميدان ما هو معول عليه هو الصرخة لدى الإسرائيلي عندما تعطيه يوميا لا أقل من 20 جريح من جنوده إلى المستشفيات أعتقد أن سعتها ممكن المجال للديبلوماسية اليوم هوكستين يأتي لفرض شروط إسرائيلية ليس أكثر وقد أكيد الإجابة قبل أن يحضر إلى بيروت الإجابة حصلت قبل أن يحضر لأن ما يريده وما سرب من كلامه بأن العدو الإسرائيلي يشترط بقاءه في الجو وفي البحر لمراقبة أجواء لبنان حتى لا يستعيد حزب الله قوته أولا حزب الله لم يفقد قوته حتى الآن ثانيا إذا كان يفكر أن يكون له دور في مهام بالإضافة إلى اليونيفل التي ستعطى حرية التنقل وحرية المهام القتالية من دون الجيش اللبناني كما يقترح هوكستين أعتقد هذا احتلال مقنع للبنان ليس لجنوب لبنان فقط إذا ما خطر لدى العدو أن هناك حركة في شمالي لبنان لحزب الله إذا يمتلك قدرات جوية ولهو الحق بمتابعة يعني هذا احتلال للبنان مقنع لا يمكن القبول به اليوم ليس المجال الدبلوماسية هناك أيام صعبة كم خروج إسرائيل بمطالب كهذه يعني غير منطقية واحتلالية وكل هذا ألا يفسر بأن ربما يجعلها من مكان قوة حتى تخرج بمطالب كهذه طبعا هو نتنياهو لا يعترف بأنه خسر في مكان ما يعني ما يفعله في غزة حاليا فليخرج من غزة نهار الذي يخرج من غزة المقاومة تأخذ غزة كاملة فليوقف إطلاق النار في جنوب لبنان لا يستطيع بالتالي يجب الانتباه أن إيران كانت صادقة مع محورها وزودته ليس فقط بأسلحة ومسيرات باستخبار قوي بحرب سيبرانية خاضتها إيران مع العدو الإسرائيلي اليوم حزب الله يمتلك أسلحة لم يظهرها بعد ويمتلك بنك أهداف يستطيع التهديد به مستقبلا يعني اليوم مهما كابر نتنياهو وحكومته بأن يفرض علينا شروطه لم يستطع البقاء في الأرض حتى الآن لأن فرض الشروط تستلزم احتلال أو بقاء في الأرض لم يستطع البقاء في الأرض حتى الآن وإذا بقي سوف يستنزف لذلك الموضوع صعب أولاً إيران لن تقبل بأن يكون رأس حربتها بأن تخسر رأس حربتها المتمثل بحزب الله فهي ستخرج من كامل المحور إذا ما خسرت هذا المكان لذلك هناك استبسال من قبل المقاومة في هذا الابتجاه وهناك مع الأسف عدو إسرائيلي لا يفهم إلا بالقوة والقوة المفرطة رأيناه خلال سنة في غزة والتفاوض كل التفاوض كان في غزة أن لا يصل إلى نتيجة يعني دائماً دائماً عندما يصل إلى نتيجة يتراجع ويعيد الكلام للقوة مثلاً عندما اغتيل شهيد يحيى الصنوار كنا ننتظر جميعنا بأن يكون هناك كلام منطقي للصفقة وأقلها أن يكون صفقة تبهد لإعادة محتجزية ولكن قال نتنياهو فوراً أن إعادة المحتجزين سنعيدهم بالقوة انتهى يعني هذا ما يفهمه ولكن نحن أمام مع الأسف يعني جهد إيراني وتفعيل إيراني لجبهة جنوب لبنان ورؤية إسرائيلية لا تفهمها بالقوة شكراً جزيلاً عميد ناجي ملاعب الخبير العسكري والاستراتيجي كنت معنا من بيروت شكراً جزيلاً عميد ناجي ملاعب الخبير العسكري والاستراتيجي شكراً جزيلاً عميد ناجي ملاعب الخبير العسكري والاستراتيجي شكراً جزيلاً عميد ناجي ملاعب الخبير العسكري والاستراتيجي